أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار أن محور النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية والتي تنعقد في إطارها الجلسات النقاشية والحوارية والمحاضرات العلمية وورش العمل تلتزم بمعالجة تحديات الصحة والسكان ويشمل ذلك التنمية البشرية من خلال نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية ويستثمر في قدرات الأفراد مما يؤدي في نهاية إلى مستقبل أكثر استدامة بمساهمة أفراد متمكنين في مجتمع مزدهر لمستقبل أفضل